اشتركوا في القناة ويدخل المدرسة معاه وهو الكبير اللي هياخد العين وبعده كان واجع قلبه حسن يعني هو اللي هيبقى في قلبه شوية شوية هتلاقي مفيضة مجاية تعدد وتربع وانتي بقى لتطلعي هابلة في الاخر لما قلبك رأ لا انا مش هامل زي القول وفكر في الوحش عبد الحاكم عين صغير مالوزن وحسن جوزي وابن عمي هحبه عشان خطره وهشيله في عيني عشان خطر حسن بس ازاي كان تقال؟ الحمد لله بعدتلي يا مروان في حاجة؟ افي هاتحة وبالله يعود عليك ربنا بيرضي خلقه عشان يشوفه ويتعلمه فعل اوه والله يا مروان ربنا بيرضي خلقه فعل بس زمان قاله ما عملاش حين البناء ده من الاتراب لسه اكي زي منت كلامك بيقول ان انت هيزني في حاجة مهمة تعال يا رتا تعال انا عاوزت تصلع رسول الله كده بجلدك ليسا توصلين ايوه افضلي 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 انت في الاول وفي الاخر بالتعمة لا ارحم الله يرحم الجميع بس عبدالحكيم لازم تفتكريه والله العظيم كان بيحبكم زي يعنيه عارف يا ريتال في ناس كتير مبترفش تعبر علي بجلبها ابويا كان من النوع ده كان بيقعد يفكر كتير لكن اللي كان بيحصله كان بيخلي يدوس على جلبه عشان عارف ان المشاعر بتجيب لورا وبتزل البني عدمين انا جايبك عشان اتكلم معاكي ان انت الوحيدة اللي درت في الساجة والكويت بالنار زي ما انا اتكويت بيها انا عارف ان جلبك مصافي لا ليه ولا الزيناء وده بايم انت صرفاتك عارف يا ريتال انا ليه ما وجفتش بيصادك وجولتلك إيه لنوع عشان لو اي حد تاني كان عملك ده انا كنت اضاف انتم اطرحوا انا ما انت لها وانتوا ليه يا مروان شايفين ان الريتال وحشة قوي كده ليه كل واحد يكلمني يحسسني ان انا اللي قلبت الدنيا وان انا السبب في كل اللي حصل على فكرة يا مروان ده كان رد فعلي مش اكتر انا عارف وفهم انا عايزة اقولك على عاجة اجبلها مني انسي يا ريتال انسي كل اللي احنا عملناه وفتكري حاجة واحدة بس ان احنا ولاد عم والدم اللي بيجري في عروبنا دم واحد كلامك حلو قوي يا مروان عم زي الكلام اللي بنهدي به نفسنا بيبقى كلام جميل بيبقى عم زي المساكن اللي بيساكن القلم بس ما بيخففش عارف يا مروان زمان واحنا صغيرين كان معنا بنتا في المدرسة كان معها اخوتها ولاد عمها كان اول مجرز المروح يضرب تجري وتسابنا وتروح لهم كلنا كنا بنبقى مستنيين اهالينا إلا هي كنا بنجير منها يا مروان عارف ليه؟ ليه يا ريتال عشان كانت اول ما تخرج عشان كانت اول ما تخرج كانت بتجري عليهم كانت بيبقوا مسكين في ايديها وخايفين عليها كانت تعطى وسطنا وتغسينا كانت كبيرة فيهم قوية مروان ولا ابوها ولا امها كانوا بيجوا ياخدوها من المدرسة عارف لما كان حد دقيقة في المدرسة كانوا بيتلموا عليه كانوا بيجلوا بسنانهم كانش حد في المدرسة يدر يقرب لها كانوا حماية ليها وسنة دي مروان كانت كبيرة بيهم عارف لما بابو حصلت لي المشكلة المالية كلنا خفنا وحطنا قدنا على قلبنا بالزيد بقى لما قال انه هساف اللي عمي عشان يتكلم معاه كنا متأكدين انه مش هساعده كل واحدة فينا كانت خايفة وكان نفسنا يبقى فيه حل تاني جرده هارف ليه؟ ليه؟ عشان عمرنا ما حسنا ان احنا اهل ولا خايفين على بعض ولا حسين ببعض هنغلط زيهم ولا عاني تعلم ساديجين ان عمر مكرهتك يا ريتان عشان كده كنت عاست موتني بس انا بستعلم منك عشان اللي انت بتعتدني عليه انا بأطبك عليه انا عالطان سامحيني انت ليكي حاجة عندي فرجبت اليوم الدين انا جواجة النار يا مروان اصبحاني اتحكمت فيا دخلت في عقلي انا ام ام ابنها راح منها انا اكتر واحدة في العلدة تعزبت يا مروان اكتر واحدة في العلدة بظلمت انا ولا جامدة ولا نيلة ولا قوية زي ما كله بيقول لكل الحكاية انا شوف طبويا بيتعزي شوف طبويا لي حق مش عارف ياخده قلت ساعتها لازمتوا بي قوية يا ريتان عشان تجدي حقك لازم تبي قوية وقوية قوية كمان انا عايزة ابن اللي جاية مروان يبقى لي اهلا ومولادها امه لو قلقاه يبقوا في داره ويقفوا جنبه هوا انت بطاية مروان هوا انت بطاية مروان اكتكرت غالد اللي ما شفتوش كل كلمة قلتيها انا عاجز بيها انا جواب وكان عاودي امفجر عشان ارتاع عشان ارتاع الهنسة ولا يروح في بالي مش عارف من اللي قتل ولدي وابط نمو لو عارف قصرا باعز دي جلال تلاهات فنو مطرحوا